نظم منتدى شباب العالم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساف ورشة عمل لمناقشة مبادرتين التعلم من أجل الكسب ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الورشة تستهدف مواجهة التحديات الكبيرة وتعزيز إمكانية 28 مليون شاب مصري بالإضافة لاكتشاف طرق تعزيز العمل التطوعي في القطاعين العام والخاص تنفيذاً لحزمة المبادرات والبرامج التنموية التي أعلنت عنها إدارة منتدى شباب العالم في النسخة الخامسة جاءت هذه الورشة لمناقشة مبادرتين التعلم من أجل الكسب ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بالتعاون مع منظمة اليونساف بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أعتقد أن هذه الورشة كانت مهمة للغاية للعاملين بالمكاتب الحكومية ورواد الأعمال ومنظمات العمل التطوعي أيضاً ليبدأوا العمل معاً أعتقد أنه من أهم النقاط تحقيق الوصول إلى جميع الجمهور المستهدف من هذه الورشة في المحافظات والقرى ممكن المبادرة دي من أهم المبادرات لأنها بتركز بشكل فعال على تفعيل أو تنمية المهارات الخاصة بالشباب من سن صغير المبادرة تحت عنوان التعلم من أجل الكسب وهي طبعاً فيه سبونسرز أو فيه داعمين المبادرة دي أهم داعم هو منظمة اليونساف اللي بتهتم بتنمية المهارات الخاصة بالشباب من سن صغيرة هدف المبادرة أنها تناقش إيه هي التحديات وزي نطلع بحلول نقدر ننفذها على أرض الواقع مبادرة العمل والتطوع تهدفان للوصول لأكبر عدد من الشباب لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل بشكل أفضل وأسرع والتغلب على العوائق الخاصة بسوق العمل بالإضافة لفتح مناقشات بين القطاع الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني لفتح نافذة كبيرة للمتطوعين مبادرة التطوع هي واحدة من المبادرات اللي تم اطلقها تحت World Youth Forum وهي الهدف منها أن نركز على أهمية التطوع ونفتح فرص التطوعية لأي شاب أو شابة محتاجين وعايزين يبقى عندهم فرصة للتطوع احنا شغالين على مبادرة التعلم للكسب بجانب مبادرة التطوع هي مبادرة الهدف منها الوصول أكبر عدد من الشباب المصري وممكن الشباب في العالم العربي وحتى العالمي وتهدف إلى أن نساعد الشباب دي بمهارات أو بمستوى تعلم معين المهارات دي تساعدهم أن هما يلاقوا فرص أحسن في سوق العمل أن هما يوصلوا لمستوى أعلى أن يبقى فيه جزء ريادة أعمال ويبقى عندهم البزنس أو المشاريع بتاعتهم الورشة شهدت حضورا كبيرا من الشباب وممثلين عن المؤسسات المختلفة الذين أشادوا بأهمية هذه الورشة في تأهيلهم لسوق العمل ومناقشة الأفكار المختلفة الخاصة بالتطوع ودمجهم في عمل المؤسسات التطوعية المختلفة احنا عندنا فجوة كبيرة موجودة ما بين سوق العمل وما بين الشباب إيه اللي هيحل مكان الفجوة دي أنه يبقى عندنا شركات وتعاونات ما بين منظمات المجتمع المدني ما بين القطاع الخاص ما بين القطاع العام عشان نقلل الفجوة دي الحاجة في المجتمع النهاردة أو منطقنا العربية والشرق الأوسط فيه فعلا مشكلة وفجوة كبيرة جدا بين سوق العمل ومتطلبات سوق العمل والمؤهلات المؤهلات اللي الشباب النهاردة يعني بيحصلوا عليها أو المهارات حياة فيه فجوة كبيرة جدا من اللي سوق العمل طلبه وبين المهارات الموجودة عند الشباب وده اللي خلقنا نفكر كلنا إزاي نقدر نحلل التحدي ده ونفكر مع بعض ونحط يعني مزيد من الخطط وتصورات والأفكار احنا كشركة انطلاق نقدر ندعم في جزء تدريبات ريادة الأعمال لأن احنا شايفين أن الشباب لازم يمعندهم وعي بأساسيات ريادة الأعمال ولازم يحصل كاباسيتي بيلدنج للشباب فده جزء الجزء التاني هو جزء الدمج ما بين التطوع والتدريب للشباب فيه برامج كتير بتهدام نهاية تدرب الشباب وتعلمهم بس ما بتوصلش بعد كده نهاية تدخلهم سوق العمل هي بتدربه وخلاص على كده لكن الهدف من المبادرة هي تفعل الجابل ما بين احتياجات سوق العمل والتدريب للشباب وجودنا هنا عشان ندعم أفكار التطوع بالنسبة للشباب نعرف ايه الحافز و ايه اللي انا اقدر يكون موجود معايا يعرف الفاليو اللي هي تدفله اعرف الحافز اللي انا اقدر اوصله له لشباب صغير من اول 18 سنة ازاي يقدر يكون موجود معايا ازاي في فترة الجماعات او مثلا لو في المدارس كمان يقدر انه يتطوع معايا كل دي انا النهاردة موجود في المبادرة هنا عشان ادرس حاجة زي دي تقوم على تنمية مهارات الشباب ودعم رواد الاعمال بالتعاون مع منظمات ومؤسسات محلية ودولية منها ما يتعلق بسوق العمل وتطوير الصناعة وتمويل المشروعات الصناعية المختلفة محمود جميل التلفزيون المصري